أهلا بكل حضراتكم مرة تانية اللي هيحصل دلوقتي كالآتع حضرات هنروح مع بعض على الأهلي في الجزيرة حيث تتواجد زميرتنا العزيزة هانا أبو قاسم اللي مشكورة هتعرفنا آخر الأخبار والمستجدات صباح الفل عليك يا هانا تفضل يا صباح الخير عليكو على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان يوم جديد وعشر الصبح في الأهلي وزي ما عودناكو دايما هنقلوكو كل الأخبار المتعلقة بالنادي الأهلي وفرق الرياضية المختلفة خلونا في البداية نبدأ بالفريق الأول لكرة القدم النهاردة الفريق هيستقنف تدريباته تجمع الفريق هيكون الساعة أربعة والمران هيكون الساعة خمسة بعد كده بقى الفريق هيدخل فيه معسكر مغلق استعددا طبعا لمباراة غدا إلا هتكون أمام المصري فيه ربع نهاية بطولة كاسمص مباراة طبعا هتكون الساعة ستة مساء يعني أكيد المباراة هتكون مش سهلة على رجال النادي الأهلي أكيد المصري خصم قوي وكمان بقى خليني أقولكم يا كريمي نهواندن أكيد السيزن السنة دي كان طويل مباراة كتير وبطولات كتيرة لكن بقى عندنا فكرة كبيرة جدا أكيد فيه رجال النادي الأهلي إن شاء الله يقدروا يفوزوا ويتأهلوا لسامي فاينل البطولة يعني ده فيما يخص أخبار كرة القدم خلونا بقى دلوقتي ننتقل للألعاب الأخرى وأخبارنا النهاردة متعلقة بمنتخبتنا الوطنية لكرة الطايرة وكرة اليد الشباب وشبات والبداية مع كرة الطايرة ومنتخبنا الوطني لكرة الطايرة شبات تحت 19 سنة بدأ بقى بطولته لبطولة كأس العالم والمباراة لفتتحية مبارح كانت أمام فريق الكاميرون وقدر يفوز فيها بنتيجة 3-0 حيانهم قدروا يفوزوا بمنتهى السهولة فازوا في جميع الأشواط وعملوا مباراة قوية جدا خليني بقى أن أقلكوا تفاصيل أكتر عن هذه البطولة البطولة بتقام في كرواتيا والمجر وبتضم ثلاثي النادي الأهلي فرح الحناوي فريدة الزرق وريماز العفيفي كمان خلينا أقولكم أنه منافسات البطولة بدأت من 1 أغسطس أمس زي ما قلتوا هتستمر حتى 11 أغسطس ومصر بتقع في المجموعة الأولى مع المجر الأرجنتين كاميرون الصين وشيلي يعني طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق إن شاء الله بقى يعملوا بطولة كبيرة ويشرفوا مصر زي ما عودونا دايما خلونا بعد الوقت ننتقل للعبة كرة اليد ومنتخبنا الوطني لكرة اليد تحت 19 سنة شباب النهاردة هيكون عنده المباراة الأولى في بطولة كأس العالم أيضا المباراة النهاردة هتكون أمام فريق اليابان طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق في مباراة النهاردة خلوني أيضا أن لحضراتكم تفاصيل أكتر عن البطولة البطولة أيضا بتقوم في كرواتيا وبتضم قائمة منتخبنا الوطني ثلاثي النادي الأهلي اللاعب محمد صلاح اللاعب بلال إبراهيم واللاعب معاذ عزب بنتمنى لهم كل التوفيق هما طبعا ومنتخبنا الوطني وجميع اللاعبين كمان خلوني أقولكو إن مجموعة منتخبنا الوطني بيقع فيها طبعا بجانب مصر اليابان أيسلندا والشيك هما كانوا لعبوا سلسلة من المباريات الودية واستعدوا بشكل قوي جدا للبطولة إن شاء الله بقى ضربة البداية تكون قوية ويقدروا يحققوا فوز ويعملوا بطولة قوية طبعا بنتمنى كل التوفيق لمنتخبتنا الوطنية يعني ده فيما يخص أخبار الفرق الرياضية المختلفة كمان بقى يا كريم ويانهواندي زي ما عودتوكو دايما خلوني أنقلكو الأجواء داخل مقر النادي الأهلي بيئة الجزيرة الأعضاء متواجدين في النادي درجة الحرارة دلوقتي 32 يمكن تواجد الأعضاء قليل بشكل نسبي طبعا بسبب ارتفاع درجات الحرارة لكن بقى طبعا على مدار اليوم بيزداد عدد الأعضاء والحيان فيه سيولة مرورية جيدة للطرق المؤدية للنادي يعني ده أبرز الأخبار من داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة قبل ما اختم كلامي بقى طبعا حابة أقول لنا هاوند بما إن عيد ميلادك هيكون في الويك أند كل سنة وانتي طيبة وعبال ميت سنة وان شاء الله تحقق كل اللي انتي عايزاه السنة دي والآن العودة ليكم مرة أخرى في الستوديو حبيبتي يا هانا والله بجد وانتي طيبة يا رب وكلنا طيبين وحنحتفل بقى بعض بإذن الله شكرا لك دلازم دي عبر كده عبال مليون سنة مرسي يا كريم مرسي يا هانا جدا على هذه التخطية